حذر رئيس أركان الجيش الجزاري الفريق ولسعيد شنغريحة من محاولات استهداف الهوية الثقافية والحضرية للأمم في طار ما يعرف بالحروب الهجينة الفريق ولسعيد شنغريحة لدى إشرافه على افتتاح أشغال ندوة بعنوان صناعة المحتوى الرقمي الحافظ لذاكرة الوطنية أكد ضرورة تبني مقاربة وطنية منسجمة تواكب التطورات الرهنة وتتصدى للتهديدات التي تستهدف الذاكرة الوطنية على مختلف المنصات شنغريحة شدد في كلمته على أن صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة يعد رهاناً أساسياً للمحافظة على الإرث التاريخي للجزائر ضد جميع محاولات التزييف والتحريف والتشويه التي يتعرض لها لقد تغير مفهوم الأمن مع تغير طبيعة الحروب حيث أصبحنا نتحدث عن الأمن الهوياتي والأمن المجتمعي والأمن السيبراني ففي سياق الحروب الجديدة التي يعرفها عالم اليوم أو ما يُصطلح عليها بالحروب الهجينة يُعد إعلام بكل وسائطه خاصةً منصات التوصل الاجتماعي أدوات ووسائل أساسية في استراتيجيات صناعة عدم الاستقرار التي تُحاول استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمة وتعمل على إعاقة مسار بناء مستقبلها من خلال تمس الهوية الوطنية وتشويه التاريخ ونشر المعلومات المظللة والتشكيك في الرموز الوطنية ترجمة نانسي قنقر